هناك من شكك قبل إجراء الانتخابات بأن تكون هناك تزوير ماذا تقول لهم؟ هناك من شكك أن الانتخابات لن تحصل وأنه رئيس الوزراء والحكمة يدوني يبقون وأعدنا الناس بالانتخابات ووفينا بالعهد نعم إذا وفرنا للمفوضية كل ظروف النجاح من دعم اقتصادي لوجستي ووفرنا الأمن وأنا شخصيا نطالع إسرائي لجنة الأمنية وعطي الشعب أن أشرف بنفسي على الجانب الأمني كما شاهدت يوم الجمعة الماضي في التصويت الخاص كان هناك انسيابية وهناك ارتياح عام اليوم خليط يطمنون الناس خليط يطمنون شعبنا أن الوضع الأمني سيكون ممتاز والانتخابي سيكون ممتاز طلب الوحيد أخرجوا ووفوا مع الأحد ووفوا مع شعبنا بأن المشاركة تصلاح بمشاركة الجميع أصواتكم اليوم ثمينة لأنه فوت الفرصة تتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر